رسميا شركة أوبو أعلن على هاتفيها الجديدين وهما الأوبو الرين 11 والأوبو الرين 11 برو هواتف تاتي بتصميم جديد ومعدل على النسخة الماضية مع معالج قوي وكاميرات متطورة على الجيل السابق لذلك في هذا الفيديو رح نستعرض أهم المواصفات لنسخة البرو ولكن قبل ذلك دعمونا بلايك للفيديو لتحفيزينا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقاء التقنية أولاً مباشرة نبدأ بالتصميم فهاتف الأوبو الرين 11 برو ياتي بتصميم معدل على النسخة الماضية حيث من الخلف سنجد دائرة بيضاوية الشكل تحتوي على الكاميرات حواف الهاتف دائرية ومنحنية على الأطراف أيضاً الهاتف ياتي باللون الأسود والأبيض واللون الأخضر وأما تصميم الشاشة فتاتي على الشكل الثقف أعلى المنتصف حواف الشاشة منحنية على الجانبين والحافة السفلية نحيفة جداً ويتميز أيضاً هاتف الأوبو الرين 11 برو بشاشة ممتازة من نوع أولاد بحجم 6.74 إنش بدقة 1.5 كي مع دقة 1240 في 2772 بيكسل لكل إنش تدعم كثافة بيكسلات 450 بيكسل تدعم الشاشة أيضاً معدل تحديث عالي 120 هرتز مع معدل لمس 240 هرتز تدعم 1 مليار لون وتعتيم عالي التردد يصل ل2160 هرتز أيضاً الشاشة تدعم ميزة 1242 بلاس مع سطوع 1600 نتس حتى شعة الشمس بدون شك الشاشة رح تقدم لك تجربة ممتعة في مشاهدة المحتوى ومن مميزات الهاتف أنه يأتي بمعالج غني على التعريف وهو سناب دراجون 8 بلاس الجيل الأول ويأتي برام من نوع LBDR5X وذاكرة من نوع UFS 3.1 ويأتي مباشرة من العلبة بنظام الاندريد 14 مع وهجات الكلر او اس 14 الهاتف رح يقدم لك تجربة آداء ممتازة وسيكون من أفضل الهاتف المتوسطة العليا من ناحية الآداء أيضا سيكون منافس قوي بهاتف سامسونج الجديد السامسونج الاس 23FA وبالنسبة لبطارية الهاتف فتت بحجم 4700 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات تشحن عبر تقنية السوبورفو وبالنسبة للكاميرات سنجد ثلاث في الخل الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بحساس سوني الرائد الـ IMX 890 تدعم المثبت البصري والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل وهي للتصوير الواسع وآخر كاميرا تأتي بدقة 32 ميجابيكسل وهي للطول فوتو تأتي بحساس سوني الـ IMX 709 وأما كاميرا السيلفي فتأتي بدقة 32 ميجابيكسل يقال أن جميع هذه الكاميرات مقترنة بمعالجة الصور الرئيسية على مستوى سلسلة الفاين إكس الشهيرة لذلك الهاتف سيكون مميز من هذه الناحية أيضا الهاتف مزود بمكبرات صوت ستريو مزدوجة ومستشعر بصمة الإسبع داخل الشاشة ويدعم الفايف جي والوي فاي ستة والبليتوث خمسة فاصل ثلاثة أيضا يدعم ميزة الـ NFC وأخيرا سعر الهاتف نسخة 256 مع 12 جيجا رام فيأتي بسعر 495 دولار ونسخة 512 مع 12 جيجا رام يأتي بسعر 535 دولار وفي الآخير ما رأيكم بالهاتف هو سعره رجاء شاركوا نراكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظكم